بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اخياني الكرام مرة اخرى هنشوف النهاردة حقيقة جديدة مع الافعالة السحرية او الطرق السحرية في اوبيجيك ترينتد برغمينج جوه بي اتش بي النهاردة هنتعرف على الاسات ايه فكرة الاسات باختصار لو جيت عندي عملت نيمس بروبيرتي بالشكل ده وقلت مثلا بي اتش بي بيرجين ستري او بيرجين سوري تمانية وثلاثة بالشكل ده وجيت انا بشغل الابجيك وهقول مثلا انا عندي ابجيك وهاجيب مثلا منه بروبيرتي بي اتش بي بروبيرتي ده انديفاينت اي انه هو فعلا بروبيرتي غير موجود هنا بقى بتيجي خاصية الاسات بتبدأ تتشك داخل القيم اللي موجودة عندي في المصفوفة دي وبتتأكد ان القيمة دي موجودة اذا قيمة استعلامية لا اكثر ولا اقل هو قد يكون ظاهريا لك انه هو بروبيرتي هو فعلا بروبيرتي لكن لو انا عايز استعلم ان القيمة اللي موجودة دي هي فعلا اللي هي البربيرتي ده هي اصبحت قيمة داخل المصفوفة دي وموجودة ولا لا ده من خلال ان انا باجي اقول public function double underscore asset ببدأ من خلال الاسات ابدأ استقبل القيمة اللي جاية من البرامتر او من الارجيمنت بتاعي فبالتالي هقوله في الاسات ان القيمة اللي جاية من الاسات موجودة فعلا في النام اذا كيه هيقول ان هي موجودة فبالتالي لما اجي اعمل الريفرش ظاهرين هيقوله انديفاينت بروبيرتي وده لان انا محتاج كمان اقوله هنا كده ان دي الست اذا كانت الست فالحالة هنا مفوض ان هي تطلع عندي true بس ظاهرين مش هتكون ظاهرة فلما اجي هنا اعمل var dump عشان نشوفها مع بعض هلاقي ان هو بيقولي هي فعلا موجودة فبالتالي لو php ديت مش موجود هيجي هنا يديه الحالة false ليه لان الكي ده مش موجود فبالتالي الحالة تاعت الاسات عندي بتقولي ان هو بيسيرش جوه المصفوفة دي وده مثال واحد من عدة امثلة ممكن اديها لك في المستقبل بشكل متقدم الفكرة هنا ان الاسات كفعل من ضمن الافعال فعل سحري او الاسات هي method سحرية او طريقة سحرية اقدر اجيب نفس الproperty undefined في حالة ان انا اقصد ان هو مش property لكن هو key لمجموعة قيم او key من مجموعة قيم جوه مصفوفة على private مثلا property وقدر اتشك ان هو فعلا موجود ولا لا فبالتالي هنا لما باجي اقول له اسات واحنا اخدنا الاسات في built in function في native في الدرس اللي فاتت ترجع للاسات وتعرف عنها هتلاقي ان احنا هنا بنحاول نعرف هل القيمة دي موجودة جوه الاري دي ولا لا اللي هي name ممكن اقول prop عشان نوضح اكتر بالشكل ده فبالتالي اسات هي بتتشك ان البيتش بي دي لو جيت هنا عملت وجيت قلت له طب اتباع للبروب ده كده هنا هيقول ان هو prop ده اللي جاي اللي هو php فقدرت اخد مش من الget لا من الاسات وتشك بي داخل القيمة من القيم اللي موجودة اذا key of array فبالتالي قال لي ايوه هو موجود فبالتالي انا ممكن استرجع القيمة دي واقدر هنا اقول له هاتل القيمة دي ازا كانت السات هقول له فالتالي لما اعمل هيديني طيب لو جيت طبعة البيتش بي بالشكل ده هعمل هيقول لي لان دي قيمة استعلامية غير خدمية او بمعنى صح هي قيمة بتتخلينا تحقق من مجموعة قيم محطوطة بشكل خاص عايز اتحقق فيها هي جات جوة ولا لا ودي هندي عليها امثلها في المستقبل مع حاجة ليه علاقة بقعدة البيانات مثلا او قيمة جاية من class تاني وهكذا فبالتالي انا ممكن اشغل الclass ده وابدأ اشغل الclass تاني الclass التاني ده يعمل override على class ده ويدي له قيمة فبالتالي محتاجة تشك ان القيمة دي جات ازا جات القيمة دي على طول يديني operation معينة انا عايز اعملها في المستقبل كمان عندي حاجة اسمها onset يعني هنا السات هي عملية التحقق من وجود القيمة زي ما قولنا لكن عايز اعمل onset والانسات هنا فكرة ان انا بحزف حاجة من جوة الاري بناء على او باستخدام الكي فدي باختصار خلينا نقفل السات ونيجي هنا نقول public function double underscore onset فبالتالي هنا انا باجي اعمل الحركة القطيفة جدا احنا خدنا onset خدناها في ال native برضو فكرتها ان هي بتقوم بحزف القيمة من خلال الكي من داخل الاري فبالتالي هنا انا هاجي هنا هقوله بدلا ما هي السات هقوله onset يعني قوم بحزف القيمة فبالتالي هيدين اه error طبعا هنا عشان في عندي خطأ او لان onset ما ينفعش اشغالها جوة فهتكون هي في الخارج لوحدها عفوا اهو فبالتالي لما اعمل refresh هلاقي ان هي حصل لها onset طب لو شغلت معاها ال set وجيت قولت انا عايز اعمل var dump بص بقى اراكز مع بعض ال set ال object جواها php ولا لأ هنشوف كده هيقول لي false طب لو جيت عملت onset بعد ال set هيقول لي ان هي true وحصل لها في النهاية onset طيب لو جيت قولت قبل وبعد خلينا حط break هنا كده وهعمل حفز ارو هعمل refresh قال لأول مرة true تاني مرة false اي ان القيمة حصل لها onset من خلال ال onset magic method دي كانت فكرة ال set و ال onset في ال magic methods في ال object oriented programming في ال php اللهم اغفر لأم ورحمة واجعل قبر على روضة المريض الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى